وضمن ممارساتها الإرهابية احتجزت ميليشيا الحوث الإرهابية أربع طائرات في مطار صنعاء ومنعت عودتها إلى مطار جدة لنقل الحجاج الراغبين بالعودة إلى صنعاء وأقل وزير الأوقاف والإرشاد محمد شبيبة في توضيح على منصة إكس قال إن الحوث يحتجز أربع طائرات في مطار صنعاء ويمنع عودتها إلى مطار جدة لنقل حجاج بلدنا الذين يريدون الرجوع إلى صنعاء وأقل وزير الأوقاف على جميع الوكالات بقاء حجاجهم في مساكنهم والمقوث في مكة المكرمة حتى عودة الطائرات موجيا بمنع أي وكالة نقل حجاجها إلى المطار مطالبا الحجاج الاستقرار في مساكنهم حتى عودة الطائرات المختطفة من قبل ميليشيا الحوث الإرهابية وقالت شركة الخطوط الجوية اليمنية إن الحدثة تهدد سلامة الملاحة الجوية في البلاد وتعزز من صعوبة تشغيل الرحلات الجوية من وإلى داخل البلاد معللة وصول الطائرات المحتجزة إلى مطار صنعاء بسبب تواجد نحو 8400 حاج من صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي مطر الشركة بالتعاون والتنسيق مع الطيران المدني السعودي لتشغيل أكثر من رحلة في اليوم الواحد من جدة إلى صنعاء